بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد لما تكلمنا قبل كده وترجعوا الحلقة دي لو سمحتوا عن النية وأهميتها وأنها ركن من أركان الدين وأنه لابد من النية في الصيام علينا أن نعرف بأن من نوى الفطر في النهار فقد أفطر وإن لم يتناول شيئا معقول الكلام ده وانا لو حد نوى أنه يفطر قال خلاص أنا فاطر أنا مش أكمل الصيام وانطوى قلبه على هذا مراته ولا ابنه ولا أبوه ولا أمه يا ابني مش كده يا أخويا مش كده ده الصيام وبتاع الخلاص خلاص رجعوا الأكل أنا مش هيكل ومش هشرب وأحيانا بيعملها بعض الشبر ومطلع السجارة فحد يمسك إيده وكله لا لا ما نشأتولعها ما ولعش سجارة ومشربش مية ولا أكل هل الصيام يبقى لسه صحيح لا لم يعود الصوم صحيحا بل ما دامت النية قد تغيرت من الصوم إلى الفطر يبقى خلاص أفطر قلبه انطوى على الفطر يبقى أفطر خلاص أنا والله إله أفطر مش أعرف إيه كده بس كلام باللسان وقلبه لم ينطوي على هذا يبقى النية ما تغيرتش إنما النية تغيرت والقلب انطوى على هذا يبقى أفطر وإن لم يتناول شيئا مفطرا وفي الحالة دي نقول له أنت ارتكبت كبيرة يا خبر كبيرة آه طبعا كبيرة الفطر في نهار رمضان ده أنا ما قلتش ده أنا ما جمعتش مراتي أيوة الكبيرة في أنك نويت الفطر عزمت على الفطر زي اللي بيصلي ما دخلش الصلاة بالني وهو بيصلي كده أنا هقطع الصلاة مش هكمل الصلاة ما بنتكلمش هنا عن المرضى بالوسواس عشان بس لحد بيتابعني المرضى بالوسواس ربنا عافينا ده مرض لا يؤخذون بكلمة حد ساوي مش مرض بالوسواس ولا حاجة حد ديء وقال له والله لا فاطر وانت وقلبه على هذا صار مفترا ويبقى مجرم أيوة عنده في الشارع مجرم أجرم ارتكب جورمان ارتكب خطيئة وهو إنه أفطر في رمضان طيب اللي بيسمعني بقى الوقت يقول لك طب يا مولانا مدام أنا كده كده فطرت بقى خلاص أعيش بقى طبيعي أياكل أشرب نقول له لا لا تاكل ولا تشرب طيب ليه ما أنا خلاص فطرت إنت وتنك فطرت لا تاكل ولا تشرب ليه امساكل لحرمة اليوم يا عقوبة طبعا عقوبة غير واحد مسافر له رخصة غير إنسان مريض له رخصة غير بنتنا الحامل ولا المرضع ولا الحائض ده رخص وبعضه هواجب زي الحيد عذر منفعش معه الصيام إنما أنت لست من هؤلاء لا المسافرين ولا المرأة الحامل ولا المرأة المرضع ولا المريض ولا البنت ولا المرأة الحائض أو النفساء ما عندكش عذر انتوى قلبك على الفطر بدون عذر يبقى تمسك لحرمة اليوم وعليك إثم وتقضي هذا اليوم ده بنتكلم كده على رمضان طيب ماذا لو النية دي اتغيرت في نافلة أو في قضاء ماش في رمضان لا الأمر أيصر في الصيام التطوع الصائم المتطوع وأمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام صايم ما فيش أكل في البيت فصام شوية وربنا سبحانه وتعالى أكرمهم ورزقوا وجاءتهم هدية من لحم أو خلافه فأفطر فما فيش مشكلة في التطوع وينفع ممكن لو حد بيقضي يوم ولا بتاع ممكن يكون آثم لكن ما هواش بحرمة رمضان فننتبه لهذا طيب إذا كانت النية في الصوم الواجب زي رمضان كده المفروض أو القضاء أو مشكلة ذلك يجب أن تكون مبيتة على ما رجحناه من قول أهل العلم التطوع أخبره إيه لا التطوع آيصر النبع السلام كان يصبح يسألهم أعندكم طعام إذا قالوا نعم أفطر وإذا قالوا لا قال فإني صائم فالنية في التطوع ليست بشرط إنها تبيت فإذا استيقظ ولم يعني يفعل شيئا من محظورات أو من المفترات يبقى لمانع إطلاقا أن يتم صومه معاه لحد إمتى الجمهور على إنه معاه لعاند الزوال عند الظهر بنتكلم على القاهرة مثلا بده الوقت على الساعة 12 فيبقى معاك لـ 12 إلى 10 ولا إلى 5 قبل الأدان لا حرج البعض قال ينفع بعد الزوال لكنه رأي ضعيف لا يفتى به إنما الصحيح إنه يكون لعاند قبل الزوال بس الكلام ده ما ينفعش لا في قضاء ولا في نذر ولا في كفارة إنما ينفع بس في التطوع طب هذا المتطوع يلزمه أن يقضي اليوم الراجح أن لا لا يلزم المتطوع قضاء اليوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرش بقضاء اليوم على الراجح من قول أهل العلم إذن النية مهمة ونراكب نوايانه فنجعلها لله سبحانه وتعالى ونراكب نوايانه فلننوي الفطرة ونعزم على الصوم من أول الشهر ونقدد النية بكلوبنا في كل ليلة قبل الفجر نسأل الله تعالى أن تقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله ورحمة الله